ما بين مشاركته في قوات الدرع العربي ضد الكيان الصهيوني ومواجهة انقلاب الميليشيا على الشرعية في اليمن تأريخ طويل من النضال السياسي والعسكري توجه اللواء عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم بالشهادة بمدرية ذباب الساحلية أثناء قيادته للمعارك ليبدأ بعد ذلك فصل آخر من المعاناة لذوي الفقيد بعد ان عمدت الميليشيا الى احتجاز جثمانه فالرجل الذي تعرض للاعتقال اكثر من مرة في حياته جراء نضاله ضد نظام المخلوع صالح لم يسلم جثمانه ايضا من الاحتجاز وقد فارقته الحياة اربعة ايام كاملة ظل فيها جثمان الفقيد الصبيحي محتجزا لدى الميليشيا ليعود بعد ذلك الى العاصمة المؤقتة اثر جهود متواصلة من قبل لجنة الوساطة القبلية وهنا من المفترض ان يحظى الرجل بتشيع رسمي وجماهيري يليق بمكانته كقائد في الجيش الوطني لكن الامر لم يأتي بحجم التوقعات فلم يسجل اي حضور لقيادة الدولة الرسمية او السلطة المحلية في عدن وهو ما قال عنه المشيعون انه الخذلان بذاته تلك اذا حكاية الرجل الذي كان له دور بارز فيما حققته قوات الجيش الوطني من تقدم في جبهة الساحل الغربي حكاية تعدد فيها عطاء الرجل السياسي والعسكري من خلال مواقعه القيادية في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وتدرجه في السلك العسكري حتى عجن قائدا للواء الثالث حزم في العام الفين وستة عشر اشتركوا في القناة